عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى عايزة أقولكم أن وزير المالية النهاردة الدكتور محمد معيط ألقى البيان المالي للموازنة الجديدة للدولة للعام المالي 24-25 أمام مجلس النواب طبعاً أنت كدولة لما تكون خارج من أزمات وتعرضت الأزمات في موازنتك اللي فاتت ما تنسوش أن الموازنة اللي فاتت كان معمول حساب سعر برميل البترول بقى الدكازة أصبح الدكازة الأزمة بتاعت غزة أثرت تأثير غير طبيعي على أسعار البترول وخفضت من دخلك حواديد كتير جداً بتحصل ولكن يجب دائماً أن أنت تعمل ميزانية لها رؤية مستقبلية في دولة بتحاول أن هي تن أنا ما قدرش أن أنا أستعرض مع حضراتكم كل البنود وكل التفاصيل بتاعة هذه الموازنة ولكن أنا وزملائي قعدنا وقررنا أن أنا أختر لكم عنوين عنوين بأرقام عشان تعرفوا أن إحنا دخلنا في مرحلة التريليونات دي بقت حاجة عديد يعني معينتش بتتكلم بالمئة مليار معينتش بتتكلم في المئةين مليار أنت بتتكلم فيه تريليونات تريليونات أنا حقول لكم أن الموازنة مثلاً إيهن من أهم الحاجات اللي قالها الدكتور معيط واللي متفق عليها في الموازنة وحتلحظوه في الأرقام اللي حتتقال هي الاهتمام جداً بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة التركيز في الموازنة هذا العام أيها السادة أو العام القادم سيتم على الصحة والتعليم ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية ودوام واستدامة الانضباط المالي طب يعني إيه ده قال لك إحنا بنستهدف أن نحن نحق فائد أولي تقريباً 591 مليار جنيه يعني 3.5% من متج المحلي المقدر للعام المالي القادم خدوا بالكم كلمة الفائد ده مش معناها أنه أنت ما عندكش عجز في الموازنة أرجوكم إنما فيه عنده إيه بقى عنده زيادة مصرفات عامة في السنة المالية تصل إلى 3 تليليونات و 870 مليار بنحو زيادة أكتر 29% مقارنة بالعام المالي الحالي اللي احنا مستمرين فيه يعني أنت المصرفات العامة وبند المصرفات العامة في الميزانية القادمة داخل على 3 تليليون و 870 مليار جنيه مصري وده زيادة عن السنة اللي فاتت قال لك إن احنا علشان تبقى للدستور نستوفي شروط الدستور جماعة الدستور اشترط أن ميزانية الدولة تتضمن نسبة مئوية لدعم قطاعات بعينها علشان ما ننسهاش في حاجة سريعة أنت محتاج لها فتاخد من الميزانية ده أو ده وهي إيه بقى التعليم على طول كده خدها أول واحد الصحة والتعليم فاحنا عندنا الاستحقاق الدستوري للصحة تقريبا نص تليليون ربعمية ستة وتسعين مليار جنيه واستحقاق دستوري للتعليم قبل الجامعي ده تتكلمه على المدارس خمسمية خمسة وستين مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي ميتين تلاتة وتسعين مليار جنيه ثم واللي كنا دايما بنهدر دمه واللي كنا دايما بننسى البحث العلمي في مصر دعمه بمية واربعين مليار جنيه في الموازنة انتوا كانت تتكلموا عن أكتر من تريليون جنيه في التعليم بس في القطاع ده في الحتة دي صحة والتعليم قبل الجامعة بعد الجامعة وأيضا للبحث العلمي الأجور هتزيد المخصصات بتاعتها لتصبح خمسمية خمسة وسبعين مليار بعد ما كانت ربعمية وربعة وتسعين مليار يعني انت بتتكلم في زيادة تقريبا تمانين مليار جنيه في الأجور في عندنا ستمية خمسة وثلاثين مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خدوا بالكم من هذا الرقم هذا الرقم يرتفع السنة اللي فاتت كان خمسمية وثلاثين مليار السنة القادمة ستمية خمسة وثلاثين مليار يعني زيادة ميت مليار جنيه في الدعم ودي تقديرات متوقعة نمو بتاعها 19 تقريبا ونصف المية عن السنة اللي فاتت في عندنا سداد التزامات الخزانة لصالح الهيئة القومية للتأمنات للتأمنات الاجتماعية ما تنسوش ان ده مهم جدا وده قرار اخده الرئيس عفتاح السيسي ليه؟ لان ده تأمنات انا خدت منك فلوس وفي ازون انا هدفع لك التزاماتنا لخزانة الدولة الخزانة بتدفع لاتزاماتها للهيئة القومية تأمنات الاجتماعية انت عليك ميتين واربعتاشر مليار وكده لما تدفع ده هيبقى الدولة رجعت للهيئة القومية للتأمنات الاجتماعية تريليون ومية وستاشر مليار جنيه لغاية نهاية يونيو عشرين خمسة وعشرين عندنا دعم المواد البترولية وده اللي انا هكلمكم فيه مذكور وسيستمر لدعم الدولة للمواد البترولية عشان الناس اللي عملة ايه تتشدق زي ما قلتلكوا قبل الفاصل كده وتشكك الدولة المصرية ستدعم المنتجات البترولية رغم ارتفاع السعر هو ما بيبداكش بالسعر العالمي هو بيخفف فجوة شوي حيدفع مية وخمسين مليار جنيه لدعم المواد البترولية مية وثلاثين مليار جنيه للسلع التموينية أربعين مليار جنيه لما عاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرمة أنا عايزكم تجمعوا الطلعة دي يعني نجمع كده وإحنا عاديم مع بعض هيه ياه الدولة ستدعم المواطن وتدعم أسعار بتلتمية وخمسين مليار جنيه تقريبا السنة الجاية تلتمية وخمسين مليار ده مش رقم قليل يا جماعة ويستطيع أي قائد وأي اقتصادي أن يستخدم هذه الأموال في أشياء أخرى ولكن نظرة الدولة إلى على ما الاقتصاد يهم على ما الجنيه يستعيد العافية بتاعته على ما احنا نقدر ان احنا التصدير يشتغل كويس على ما العملة الصعبة اللي احنا بنعمل لها شغل والاستثمارات تنجبها استمر في دعم المواطن استمر في دعم السلع استمر في دعم البترول ليه؟ علشان من يتكشفشي أو يتكشف المجتمع لهذا العملاق اللي ماشي في العالم كله يخبط في كل الناس في كل الناس عايز أقولكو أن البنودة كثيرة أنا مطلع أكتر من 40 نقطة مش حقدر أن أنا أتناقش عنها أو حولها جميعا كويس ولكن في خلال الأيام القادمة والأسابيع القادمة حنتناقش في ده وحنتعمق في النقاش في ده سواء بقى القرار اللي تم اتخاذه بعد إذن حضراتكم لكل مشاريع الدولة وكل حاجة أنتو عندكم مبلغ ما تخشوش برا سقفه ما تطلعوش عن هذا المبلغ وطبعا ما تنسوش أن هذه الاستثمارات والأعمال اللي بتقوم بها الدولة والمشاريع اللي أملاقة داخل فيها إيه؟ حياة كريمة ما هو ده دور الدولة أن هي تشتغل ولكن هو حدد له صقف في الصرف بتاعه في الميزانية القادمة وأعلنه على مجلس النواب فلن يستطيع أحد أنه يخرج برا التحديد بتاع المبلغ ده ليه؟ علشان هو بيحسبها دخل وبيحسبها مصاريف وبيحسبها عجز وبيحسبها الكزامات